أهالي تجمع جبل البابا شرق مدينة القدس المحتلة قصة صمود بطولية بالنظر إلى ما يمارسه الاحتلال ضدهم من قمع وهدم لمنازلهم تضامن هؤلاء مع المضربين وبعثوا رسائل صمود وإسناد إلى الأسرة المزيد في التقرير التالي كل بطريقته الخاصة واستكمالا لفعاليات الدعم والإسناد للأسرة نظم تجمع جبل البابا البدوي شرق مدينة القدس المحتلة مسيرة لأطفال الأسرة وعائلاتهم تتضمن كتابة رسائل على فوانيس لأبائهم وأمهاتهم في سجون الاحتلال لتعبر عما يخفيه الأطفال في قلوبهم من ألم واشتياق لتطير وتضيئ سماء فلسطين فلهذا المكان رمزية خاصة به بدي أشارك يعني هون بجبل البابا تضامن مع أسران المضربين عن الطعام واللي داخل السجون بدي ألقي قصيدة ونحط رسائل جوال بالونات ونطيرهم فوانيس اللي رح تطير يا إما رح تحلق في سماء القدس أكثر من 300 فانوس اللي رح يغطوا سماء القدس بين رسائل الأسرة وإما إذا الرياح شرقية فهالفوانيس رح تحيط وتحاصر إحدى أكبر مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية فعلى الجهتين مهما أخذها الرياح رح تشكل تحدي للاحتلال كما تتضمن الفعالية إعادة كتابة كلمة سنبقى هنا على سفوح الجبل المقابل لمستوطنة معلي أدميم والطريق الذي يستخدمه آلاف المستوطنين يوميا تحديا لنكبة جديدة إذ يحاول الاحتلال إخلاء المنطقة بالقوة لمحاصرة مدينة القدس بالمستوطنات فرسالة تجمع جبل البابا رسالتان واحدة للتأكيد على استمرار النضال والصمود وأخرى وجهت للمحتل قمنا بكتابة كلمة سنبقى هنا بطول 100 متر عرض 36 متر تقريبا 10 ألاف حجر نوضع في هذه الكلمة بعدما كتبنا هذه الكلمة بساعات قليلة اقتحمت مئات من الجنود الإسرائيليين تجمع جبل البابا أثناء الليل وقاموا بتخريب هذه الكلمة هذه الكلمة تعني لنا الكثير في جبل البابا وهذه رسالتنا للعالم أننا سنبقى هنا صامدون لن نقبل بنكبة ثانية ولن نرحن عن عرضنا بالرغم من أنها فعالية إنسانية وسلمية إلا أن سلطات الاحتلال قمعت الفعالية ومنعت أكثر من 80 فردا معظمهم من الأطفال من الوصول للمنطقة فبعد إيقاف الحافلات التي كانت تقلهم لأكثر من ساعتين للمساءلة تم حرمانهم من المشاركة من تجمع جبل البابا شرق مدينة القدس المحتلة آية الخطيب رؤيا ترجمة نانسي قنقر